اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ام ان البرنامج الانتخابي للمعارضة كان قادرا على اجتذاب العديد من الاتراك فصوّطوا له ام ان الرغبة في التغيير فقط هي ما ادت الى هذه النتيجة في نتائج الانتخابات البلدية والمحلية التركية احتفظ حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بسيطرته على المدن الرئيسية بل وحقق مكاسب كبيرة في اماكن اخرى جديدة خلال هذه الانتخابات التي جرت يوم الاحد امس مسببا ما وصفته الاوساط التركية بالصدمة للرئيس رجب طيب اردوغان الذي كان يضع نصب عينيه استعادة السيطرة على تلك المدن والمناطق خصوصا انقرة واستنبول اردوغان اقر بالهزيمة مؤكدا ان هذه الانتخابات ستكون نقطة تحول الانتخابات المحلية ليست النهاية بالنسبة لنا انها في الواقع نقطة تحول في هذه الانتخابات استخدمت الامة التركية مرة اخرى سندق الاقتراع لإيصال رسائلها الى السياسيين وبغض النظر عن النتائش الفائز في هذه الانتخابات هو في المقام الاول ديمقراطيتنا في المقابل جاءت ردة فعل اكرم امام اغلو رئيس بلدية اسطنبول الحالي ومرشح الحزب عن المعارضة الشعب الجمهوري المعارض الذي عبر عن سعادته بالنتائج مؤكدا ان تركيا ستبدأ حقبة سياسية جديدة تعلوها القيم الديمقراطية الامة هي التي تعطي الامر لقد انتهت فترة وصاية شخص واحد اعتبارا من اليوم وقالت الجمهورية والديمقراطية اننا سنمضي قدما باقصى سرعة اعتبارا من اليوم مواطنية العزاء لقد فتحتم الباب لمستقبل جديد وبدءا من الغد ستكون تركيا مختلفة لقد اعطيتم الفرصة لاتخاذ الخطوة الاولى نحو تركيا حيث الديمقراطية والحرية والمساواة والعلم انضم الينا من اسطنبول مراسلنا محمد مشهراوي محمد اذا النتائج لم يتم الاعتراض عليها كما حصل عام 2019 هناك اقرار بالهزيمة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وهناك فرحة تصل الى حد الصدمة عند حزب الشعب الجمهوري المعارضة الذي لم يحلم يوما ان يفوز بالانتخابات في عموم تركية على الحزب العدالة والتنمية بداية لا نبدأ مع الحكومة وحزب العدالة والتنمية هل هناك اي قرارات جديدة اي تصرفات جديدة بالنسبة للحزب الذي مني بهذه خسارة لاول مرة في تاريخه السياسي لعل اول ردود الفعل وتجلياتها بشكل عملي هو الاستعداد لعقد اجتماع لحزب العدالة والتنمية يلتئم غدا لبحث تداعيات هذه الهزيمة التي وصفتها اقطابه بالقاسية غدا يجتمع قادة الحزب لتدارس الامر وهنا المراكبون يقولون ان الحزب لديه القدرة على تجديد نفسه وعلى مواجهة هذه التحديات وهذه الهزيمة الكبيرة لاستسقاء الدروس والعبر منها اللافت ان في هذه النتائج هي مفاجأة للطرفين للحزب الحاكم وللمعارضة وايضا في اولى التصريحات التي صدرت عن كل الطرفين الرئيس اردوغان يقول انها نقطة تحول اكرم امام موغلو يقول هي بداية حقبة جديدة هي مرحلة جديدة اذا للطرفين وكل منهما يحاول البناء عليها مش هراوي اسمح لي هنا حتى اسألك عن المعارضة يمكن كثير من مشاهدينا لا يعلمون ان اكرم امام موغلو هو رئيس بلدية اسطنبول لكنه ليس زعيم حزب الشعب الجمهوري زعيم حزب الشعب الجمهوري الجديد هو شخص مختفي عن الانظار ازقر ازال الذي تولى زعامة الحزب فهل هناك اي شيء داخل حزب الشعب الجمهوري يطالب مثلا بتغييرات لان اكرم امام موغلو اصبح اقوى حتى من زعيم الحزب بفضل قيادته لهذه الانتخابات هذه المرة هنا معضلة اخرى تواجه حزب الشعب الجمهوري منذ فترة قريبة خاضم خاضا عسيرا لانتاج وانتخاب قيادة جديدة لهذا الحزب بعد كليشتار اوغلو وانتخاب ازقر اوزال ولكن اليوم يتصدر المشهد اكرم امام اوغلو وهنا مقولة ان من يحكم اسطنبول يكون مرشحا لان يترأس تركيا وان يفوز بالانتخابات الرئاسية التركية لذلك العديد من الاوساط لسيما في المعارضة لا تخفي فضولها وتطلعها لان يكون اكرم امام اوغلو مرشحا للرئاسة في المرحلة المقبلة لذلك تحاول المعارضة اليوم الاستفادة من هذا النصر لسيما انه يأتي ايضا في اعقاب اتهامات كبيرة وجهت اليها مرارا من رئيس التركي ومن خصومها عموما بالضعف بالعجز بانها مفككة لذلك اليوم هذه النتائج تعطيها ثقة تجدد الثقة لدى المعارضة بامكانية اعادة بناء صفوفها والمضي قدما لسيما وانها لم تحقق فقط فوزا على العدلة والتنمية في المدن الكبرى بل انتزعت منهم مدنا كانت تقليديا يفوز فيها حزب العدالة والتنمية صحيح صحيح وهي المرة الاولى التي يعني يأتي فيها العدالة والتنمية ثانيا في مجموعة الاصوات في تركيا منذ دخول الساحة السياسية شكرا جزيلا لمراسلنا من اسطنبول محمد المشهراوي نبحث الآن في هذا الملف في موضوعنا تركيا تدعيات الاتخابات البلدية ورحب بضيفي من اسطنبول معنا الباحث في العلاقات الدولية دكتور مهند حافظ غلو ومن أنقرة الكاتب والباحث السياسي حسن سيفري أهلا وسهلا بكما حسن سأبدأ معك هل فعلا كما ذكرنا هذه النتائج هي بداية حقبة جديدة ممكن أن تهدد فترة حكم الرئيس رجب طيب أردغان من خلال ظهور أكرم إمام أغلو أم أنها مجرد نتائج انتخابات ما رأيك لن يكون لها تأثير على المستقبل السياسي نعم سيد الكريم فأنا أعتقد أن كما سمعنا من الرئيس التركي رجب طيب أردغان بعد النتائج الأولوية فقال الرئيس التركي بأن هي ليس نهاية ولكن نقطة تحول وأنا أعتقد أن هنا كلمة النهاية أو ليست النهاية هي كانت مهمة جدا لأن هنا كان إشارة لأن التراجع هو مقبول من طرف الحزب الحاكم حزب العادلة والتنمية وكما رأينا في نتائج الانتخابات في أنقرة فمنصور يواش مرشح المعارضة حصل على 60% وفي المقابل ترقوت ألطنوك مرشح حزب العادلة والتنمية حصل على 30% في اسطنبول كمان نفس الشيفة أكرمي ماموغلو فاز في هذه الانتخابات وهناك فرق مليون صوت فهذه الشخصين الرئيسين أو الأساسيين في حزب الشعب الجمهوري هم يحصلون على الدعم من القوميين من الإسلاميين من اليمينيين وليس فقط من العلمانيون أو من كتلة حزب الشعب الجمهوري وأنا أعتقد أن هذه الشخصين سيكونوا الشخصين الأساسيين في المستقبل وليس فقط أكرم إماموغلو فهناك عدة نقاشات داخل حزب الشعب الجمهوري حول إماموغلو بأن فيمن يدعي بأن إماموغلو كان يقود الحزب وليس الرئيس الجديد أزقر أزال ولكن أنا أعتقد النتائج تثبت كمان لنا بأن إماموغلو قاد هذه المرحلة في صورة جيدة وأثبت للمعارضة داخل حزب الشعب الجمهوري بأنه قادر بأن يدير الحزب لأننا نتحدث عن نسبة 37% لحزب الشعب الجمهوري أول مرة بعد 60 سنة تقريباً الحزب يحصل على هذه النسبة وهذه هي ليس فقط هو كان يحلم أن يصل على 30% فإذا به يحصل على 37% نعم خلينا نسأل هنا ضيفنا أيضاً من إسطنبول دكتور مهند حافظ أولو دكتور هل المعارضة هي التي فازت لأنها قدمت مرشحين وبرامج جيدة أم أن هذه النتيجة هي عقاب من الناخب لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان لأنه لم ينفذ ولم يوفي وعوده الانتخابية قبل تسعة أشهر في الانتخابات الرئاسية يعني هل هي رسالة زعل من الحكومة أم رضى على المعارضة برأيك سيد أوقاتنا سيد يوسف وجميع المشاهدين وظيف الكريم ربما فيها مزيج من الاثنين يعني الخطوة الأولى التي اتخذها حزب الشعب الجمهوري هو عندما أوجد قائداً جديداً وزعيماً جديداً يبرز أشعب الجمهوري للساحة من جديد وهو اليوم يتنفس أصعداء ويبدأ بإعادة خططه وترتيب أوراقه في الساحة الداخلية وأيضاً كذلك الناخب التركي منزعج وغاضب جداً من الأداء الحكومي السيما على المستوى الاقتصادي فضلاً عن الكثير من التفاصيل والأخطاء التي وقع فيها حزب العدالة والتنمية يعني الأمر ليس متعلقاً بأن المرشح التحالف الجمهور مراد كوروم هو الضعيف وبالتالي فاز عليه أكريم مغلوب وليس أن أكريم مغلوب أنجز الكثير من الخدمات في اسطنبول ونحن نعاني الأمرين هنا بسبب الخدمات المتناقصة الأمر وما فيه هو معركة سياسية جاءت بثوب انتخابي لخدمي بدل من أن يكون أكثر هدوءاً وأكثر رواقاً لما جاء حاسماً وجاء شديداً وجاء أيضاً مفاجئاً وصعباً أيضاً أعود لحسن سيفري سريعاً باختصار هنا برأيك هل ممكن للمعارضة أن ترتب صفوفها؟ يعني شفنا أنه فيه أحزاب تقريباً المسحت يعني الدواء المستقبل السعادة حتى الجيد يعني هو حزب معارض قومي تراجع حزب الحركة القومية دعنا فقط نتكلم عن هدول أحزاب المعارضة الصغيرة هل يمكنها أن تنتهي ولا حيستمر هذا التشدد برأيك؟ نعم سيد يوسف أنا أعتقد أن الشعب هو أعطى رسالة واضحة بالتصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري وأنا أعتقد أنه أعطى الترخيص للحزب الشعب الجمهوري كهو الحزب الأساسي للمعارضة وأنا أعتقد هو الشعب هو اللي يرتب هذه الصفوف وأنا أعتقد أنه عدم المشاركة أو عدم التصويت مثلا لحزب الخير حزب الإيئي الذي الكثير كانوا يتوقعون أن يكون هذا الحزب بديل لحزب الحركة القومية ولكن تراجع على أقل من 3% على مستوى الوطن وفي من يدعي رئيس الحزب مرأ الأكشنار لأن تستقيل من الحزب وأحزاب الأخرى الذين كانوا هم وزراء في حزب العدالة والتنمية وانشقوا وأنشأوا أحزاب مثل داود غولو وعلي بواجان كمان لم يحصلوا على نسبة تعنينا أي شيء أنا أعتقد أن الشعب هو أعطى هذه الرسالة للمعارضة والحزب الأساسي للمعارضة هو حزب الشعب الجمهوري وقال له أنه يريد حلول رغم الفشل في السنة الماضية في الانتخابات الرئاسية لحزب الشعب الجمهوري وبالدعم من الأحزاب المعارضة الصغيرة لحزب الشعب الجمهوري لم يحصل أو لم يفوز في الانتخابات الماضية ولكن الآن نرى نتائج مفاجئة جدا ليس فقط للحزب الحاكم ولكن للمعارضة كمان والشعب أعطى رسالة واضحة لحزب الشعب الجمهوري يعني ترى أنه الحزب المعارضة الأساسي الشعب يريد للمعارضة أن تتوحد كلها تحت رأية حزب الشعب الجمهوري بدلا من هذا التفتت طيب دعونا نحاول أن نقارن بين هذه الانتخابات وانتخابات قبل خمس سنوات 2019 التي بدأ فيها أكرم إمام مغلو وبعض البلديات في المعارضة بالظهور فصناديق الاقتراع في تركيا قالت كلمتها بالأمس حيث أدى الناخبون الأتراك في الانتخابات البلدية لاختيار مسؤولين البلديات من 34 حزب سياسي في هذه الانتخابات لتفاجئ هذه الانتخابات نتائجها قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم بل وفاجأت حتى قادة المعارضة نظرا لفارق النقاط الكبير الذي حققه مرشحوها أي مرشحو المعارضة أمام مرشحين الحكومة مني الحزب الحاكم بما وصفه مراقبون أسوأ هزيمة يتعرض لها في تاريخه منذ أن حاكم البلاد عام 2002 فحل الحزب الحاكم ثانيا بعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة وذلك بعد أن فشلت الحكومة في استرداد السيطرة على البلديات الكبرى بل وحتى خسرت بلديات كانت دائما محسومة للحزب الحاكم لم يتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي فاز بما مجموعه من 39 بلدية في الانتخابات 2019 إلا من الفوز بـ 24 بلدية فقط في هذه الانتخابات يعني لدينا تراجع بحوالي 15 بلدية تقريبا أيضا بلديات تقليمية في انتخابات 2024 خسرها حزب العدالة والتنمية كما ذكرنا فيما احتفظ حزب الشعب الجمهوري بالبلديات الكبرى التي فاز بها عام 2017 إلى جانب اسطنبول لدينا أنقرة وإزمير أضنى مرسين انطاليا فوق هذا أخذ الحزب عشر بلديات أخرى من حزب العدالة والتنمية وبلدية واحدة من حزب الحركة القومية حصل إذن حزب الشعب الجمهوري أكبر حزاب المعارضة على 37.1% من مجموع الأصوات في تركيا ليصبح الحزب الأول والحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات لأول مرة منذ 47 عاما منذ انتخابات 1977 عندما حصل هذا الحزب حزب الشعب الجمهوري وقتها على 41% من الأصوات بينما حل حزب العدالة والتنمية حاليا بثانيا بنسبة 35.9% بلغت نسبة المشاركة وهذه سنتحدث فيها بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 78.5% بينما كانت وصلت إلى حوالي 85% في انتخابات عام 2019 نتكلم عن تراجع 10% في الإقبال تمثل هذه النتاج ضربة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان على الساحة السياسية الذي كان يأمل أن يستعيد السيطرة على بلديات المدن الكبرى بعد ليتممه ويتوج فوزه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فاز فيها صيف العام الماضي أعود الآن لضيفي هنا من إسطنبول أذب دكتور مهند حافظو دكتور مهند نسبة المإقبال هذه عندما تراجعت اليوم 10% يعني فيه كلام أنه فعلا فيه ناس متضايقين لكن هل هذه النسبة مفهوم أنها من أي ناخبين تحديدا هل هي من ناخبين حزب الحاكم أم أن لا حتى المعارضة في ناخبين لم يذهبوا للتصويت لأنهم يعني باتوا مستئين من الوضع يعني ليس خفيا أن عدد كبير يعني تجاوز العدد 13 مليون مواطن امتنعوا عن التصويت هؤلاء حكما ليس كلهم تابعين أو داعمين لمراد كوروم وليس كلهم داعمين لإمام أغلو هناك استياء عام وهناك سواء استياء على مستوى لداء الحكومية وحتى مستوى الخدمي من قبل بلدية اسطنبول وبالتالي كان هذا الامتناع له أثر كبير ولا ننسى أن أكرم إمام أغلو استطاع في السنوات الأخيرة أن يكسب أصوات الشباب بشكل قوي وبالتالي هذان العاملان جعلان من أكرم إمام أغلو يستطيع أن يفوز بهذه الانتخابات ولكن هذه النسبة وتراجع في نسبة المشاركة دليل واضح بأن المواطن التركي يعني ليس راضيا لا على المستوى الخدمي نعم لا مش راضي لكن اسمح لي هل ترى أنه أكرم إمام أغلو فعلا أمامه فرصة أن يصبح زعيم المعارضة لأنه ليس زعيم حزبه حتى هل هذا ممكن برأيك باختصار حتى نسأل ضيف فعليم يعني من الصعب الحكم مبدئيا على أكرم إمام أغلو ولكن إذا ما بقي على ما هو عليه من هذا الوضع الخدمي وهذا التعاون مع المستوى الشبابي فقط ولا يلتفت إلى كافة شرائح المجتمع إذا لا نستطيع أن نقول بأن أكرم إمام أغلو يستطيع أن يكون هو البديل لأن طموحاته أكبر من أن يكون رئيسا لحزب الشعب الجمهوري هو يريد أن يطمح للرئاسة التركية وبالتالي أظن أنه سوف يبقي نفسه جانبا وبعيدا عن مقعد رئاسة الحزب ويتجه بخطوات متتابعة ضمن هذه الخمس سنوات إلى ربما يكون مرشحا ومنافسا ربما يكون قويا حتى في الانتخابات 2028 هذا ما يطمح إليه وهذا ما يبدو أنه سوف يقوم به سيما أن هناك علاقة جيدة ما بينه وما بين رئيس الحزب السيد أوزال وبالتالي هناك طموحات كبيرة وسيد أوزال ربما مقتنع بأن يبقى رئيسا للحزب ويستمر أكريميا مغلوف السعود سعود لك في هذه النقطة لكن لا سأل حسن سيفري نفس السؤال يعني المعارضة يعني إذا أصرت الأحزاب الصغيرة على البقاء يعني لم تسمع كلمة الناخبين التي ذكرتها وحتى داخل حزب الشعب الجمهوري فيه تيارات فيه تيار لا يحب أكريم ما مغلو هل ترى أنه يعني ألن يكون سهلا على الرئيس أردوغان وهذه لعبته فرق تسد يعني دائما يستطيع أن يزرع الألغام بين التيارات المعارضة حتى لا تكون على قلب رجل واحد وأكرم مما مغلو ما رأيك نعم ولكن كما ذكرت سيد يوسف قبل قليل بأن هناك هزيمة واضحة بالنسبة لحزب الحاكم في تركيا ولكن أنا بقناعة الشخصية ليس لأول مرة نرى هنا تراجع عند الحزب الحاكم ففي 2015 كان تراجع كبير جدا لما دخلوا الأكراد في البرلمان وأضطر بأن يتحالف من حزب الحركة القومية ولكن في السنوات الماضية خاصة بالأشهر الماضية بدأنا أن نرى بأن ممكن أن نرى بالمستقبل القريب خلاف ما بين حزب الحركة القومية وحزب الحاكم خاصة حول القضاء النقطة الثانية إذا رأينا إلى الحزب الرفاح الذي ازداد أصواته ودعمه بشكل مفاجئ كمان هو كمان دخل إلى الساحة كلاعب أساسي وحصل على أو الآن هو في يده تقريبا سبعين بلدية على مستوى الوطن والكثير لو نعود لأكرم إمام أغلو وطريقه هل سالك أم لا بس عشان نبقى في هذه النقطة نعم نعم صحيح أنا أوافق على ما قاله ضيفك من إسطنبول سيد يوسف بأن أكرم إمام أغلو سيركز على أن يكون مرشح للرئاسة وليس لرئاسة الحزب الحزب الشعب الجمهوري نعم هناك في طيارات في داخل الحزب الشعب الجمهوري ولكن هذه هي الفوز للرئيس الحزب الشعب الجمهوري الجديد أزقر أزل أنا أعتقد سيعطي فرصة لأزقر أزل لترتيب الصفوف وبأن يوحد الصفوف داخل حزب الشعب الجمهوري بعد هذه الفوز الكبير على مستوى ليس فقط البلديات بيد حزب الشعب الجمهوري ولكن البلديات مثل البلديات كوتاهيا وآفيون التي كانوا بيد القوميين بحزب الحركة القومية أو حزب الخير كمان هناك النجاح يعطي رسالة حزب الشعب الجمهوري بأن يرتب صفوفه في الداخل طيب دكتور مهند سريعا أيضا هنا سؤالين بداية فعلا حزب الرفاه من جديد هل هي فقاعة يعني ضمن هذا الغضب ذهب الناس إليه أم أنه ممكن أن يكون سجل اسمه وسيكون على الساحة من الآن فصاعدا كتيار إسلام سياسي هنا ينافس حزب العدالة والتنمي وأردغان الذي بات محسوبا أكثر على القوميين وارد وبقوة لماذا؟ لأن خريطة التحالفات وخريطة الحزاب كلها في تركيا السياسة الداخلية في تركيا والحزاب السياسية كلها في تغير لن تبقى نمر على ما هي عليه ولا أظن على مستوى الشخصي أن حتى التحالف الجمهور سيبقى صامدا لمدة طويلة نحن اليوم أمامها منحنى أو خط بياني سمه تصاعد للشعب الجمهوري وبالعكس تنازلي لحزب العدالة والتنمية وبالتالي هناك خريطة تحالفات ستتغير كثيرا فاتح أربكان قادم بقوة ولكن ربما يحتاج لمزيد من الوقت سنتان أو ثلاث سنوات لكي يثبي جدارته بأنه قادم أو ربما يكون بدينا حتى عن حزب العدالة والتنمية طيب الآن عشان قبل ما أذكرك بالسؤال الثاني كنا نطرحنا تساؤلات يعني سؤال عبر منصاتنا بشأن ملف اليوم هل بات أكرم إمامولو هو المنافس الرئيسي للرئيس أردغان في السياسة جاءت الإجابات كالتالي نعم 79% نعم هو سيكون منافس لا 21% الإجابة هي فعلا كما كانت يعني كما يعني الضيوف أيضا موافقين عليها دكتور مهند فيه اختصار في دقيقة السؤال هو أنه هل أردغان ممكن أن يغير تحالفاته أنت كنت عم تقول ممكن لكن بالاقتصاد هل ممكن أن يكون الاقتصاد في السنتين الجايين يزيد أكثر من تدهور شعبيته لأنه مضطر أن يذهب إلى طريق صعب أمام امتحان صعب وصعب جدا أصلا امتحان صعب عفوا بدأ منذ أن ظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية بنسبة 52% وبالتالي كانت رسالة أولى وهذه الرسالة الثانية القوية فضلا عننا اليوم في الداخل التركي الاقتصاد هو ضمن دوام ولم يستطيع حتى الاقتصادي بالرغم من تغير الكثير من الاقتصادي سواء للمركز التركي أو حتى لوزارة المالية لم يستطيعوا إيجاد خريطة الطريق حقيقية تطمئن المواطن التركي وبناء عليه هم كبير ومعضلة حقيقية تؤرق الرئيس أردوغان فيما يتعلق بمستقبل الأيام لأنه يريد أن بدأ منشواره السياسي في البلدية وكان مشرقا يريد أن يهيه أيضا في البلدية وأن يكون مشرقا ولكنه لم ينجح في هذه المرة طيب أستاذ حسن سيفري في 30 ثانية برأيك فعلا الأزمة الاقتصادية ستزيد من حضوض أكرم إمام مغلو لأنه في البلدية بينما الرئيس أردوغان مضطر أن يطبق وصفة مؤلمة لسنتين من أجل الخروج من هذه الأزمة نعم سيد الكريم السنة الماضية كما كان هناك أزمة اقتصادية كبيرة جدا ولكن الوعود التي أتت من الرئيس تركي رجب طيب أردوغان أقنعت الناس والناس صوتوا لصالح رئيس تركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية ولكن اليوم أثبت لنا بأن الاقتصاد الذي ضرب مطبخ التركي المواطن التركي فقال نعم خلاص وأنا الآن أعطي رسالة لحزب الحاكم بأن ليس من الممكن أن نستمر بهذه الظروف بهذه الظروف المعيشة الصعبة وهذه رسالة كمان للمعارضة إذا تريد أن تنجح في المستقبل بأن تركز على هذا المشكل على الاقتصاد والحلول الاقتصادية أشكركم شكرا جزيلا ضيفاي في منف اليوم كان معنا من أنقر الكاتب البحث السياسي حسن سيفري ومن أسطنبول أشكر ضيفي البحث في العلاقات الدولية دكتور مهند حافظ ترجمة نانسي قنقر